عن أنهم أفهمه أن التربيين أínه أكله و أشربه محميه و أسرحه م犧اب و نضفه و أقريته إنه تصعد مؤدا أو تضعه معيشة مع الطفل والتربية أفضل ألفهم مريليون سبعمائة مرة أن أضع الف للأكلم بعض الأكل والأكل أезжاء ده احنا عايزين ده وعايزين القلب وعايزين النفسيه وعايز طفل هو بيتكلم يحاور يبع عنده يقول لك لا ما قطارش ده بابا جي اكبار وجامعة يقول لك لا ما نقدارش ده ساعة ابو يا ميدي كلنا بنفر هنا ونفر هنا احنا لا يمكن نعمل حاجه زيه احنا لا يمكن ليه يبدل حلال انت ويه بسبب الكبت والاذاء اللي كانوا بيسمعوه هم صغيرين كرهين كرهين الاسلوب المعادي مش بس بيخليه يفقد الدايرة التواصل اللي حواليه يفقد دايرة التواصل حتى مع نفسه يفقد دايرة التواصل حتى مع الاخرين مش عايز طب ليه اطلع كده يا اما ينكب على مبايله وحاكته ولو الالو بقى سكة ولا اتجاه او لو اي صحبة سيئة عامة ومش فارق معاها المهم حد بيحسسوا انك موجود النقطة الخطيرة كمان في في الامر ده واحنا لا يدركوها جزئية ان ايه انا امتى اطلع واسيب البيت ده انا في البيت ده غير محبوب ويا ريت الاهل مسلا انا بعمل كده عشان اربيك لا انت اشت كده عشان تربيد انت من ضمن الازن ان هو لو هو عمل بس بيش لفظ انك تفرق غضبك فيه قول ان ما بضربوش ايو بس انت بتقول كلام عمل زي السيف يقطع انت بتعمل تشتم فيه وتبهدل فيه وتقوله زي السيف يقطع من ضمن قلة الوعي ما فيش تربية وانا وجدنا ابان وانا على اثارهم خلاص زي ما شاف اهلو ما بعملت ربانا كده وطلعنا الغلط مين اللي قال كنا حصلت لكم طفرة ولا مش عارفة كل ما نتكلم جيل من القديم قولك ما احنا قلنا كده غلط ومين قال ان انت اص اصلا مش مهترق نفسية اطلع طفل ضعيف غير قادر على العيش في المجتمع ويقرر كل واحد انتطوع على نفسه بسبب الازى اللفظي الازى اللفظي مش متشاف لكن بيعمل في القلوب والعقول ما لا يعمله الازى الجسد اللي ممكن تشوفه وتبدل تستغفر عليه ولا تتازر عليه